ارتفاع على درجات الحرارة وأجواء لطيفة في أغلب المناطق وتقص غالبا غائم وتفاصيل هذه الأحوال الجوية بعد هذا الفاصل مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري أعزائنا متابعين تقص العرب أصعد الله بساءكم من المتوقع أن يطرأ ارتفاع إضافي على درجات الحرارة خلال نهار يوم الغد لتصبح درجات الحرارة أعلى بقليل من معدلاتها نسبة لمثل هذا الوقت العام وكما نشاهد هنا من خلائط درجات الحرارة نهارا تكون الأجواء لطيفة في معظم مناطق المملكة وقد تصل إلى أن تكون دافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة خلال ساعات نهار يوم الغد أما في هذه الليلة في العاصمة عمان للأجواء غائمة كليا درجة الحرارة تصل إلى 12 درجة مئوية وسرعة الرياح تصل إلى 7 كيلو مترات في الساعة وفي ثلاثة أيام القادمة في العاصمة عمان يوم الخميس 17 أجواء غائمة إلى 14 ليلا 21 نهارا غيوم بتفرقة يوم الجمعة وفرص للأمطار يوم الجمعة ليلا تصل إلى 15 درجة مئوية فرص للأمطار أيضا يوم السبت نهارا وليلا ما بين 16 إلى 11 درجة مئوية في العاصمة عمان ومن عمان إلى باقي مناطق المملكة وتفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة اليوم الغد تقس غائم في مناطق الشمالية 21 إلى 15 في إربد مفرق 20 إلى 13 22 إلى 15 في جرش وفي عجلون 22 إلى 14 درجة مئوية عمان 17 إلى 14 سرقاء 21 إلى 14 ضلقاء 18 إلى 14 مادبة 17 إلى 13 درجة وفي البحر الميت من 25 إلى 20 درجة مئوية والأجواء أيضا غائمة الكرك 18 إلى 13 طفيلة 16 إلى 13 في معان 21 إلى 11 في جبال الشراء 15 إلى 11 درجة وفي العقبة من 29 إلى 20 درجة مئوية وأيضا سيطرة على الأجواء الغائمة في المناطق الجنوبية من المملكة في المناطق الشرقية 23 إلى 14 رويشت صفاوي 22 إلى 14 وأخيرا في الأزرق 23 إلى 15 درجة مئوية كانت هذه أبرز المعلومات الوالدة لدينا هنا في مركز تقص العرب إلى أن نلتقي في نشرات قادمة دمتم في أمان الله النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن الباطون الرغوي للعزل الحراري من آريم لفارج باطون الأردن تمويلكم مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري ترجمة نانسي قنقر